تفقمت حالات سوء التغذية في بعض مناطق مدرية المسيمير في محافظة لحق والتي يعاني سكانها من صعوبة الحياة بسبب ظروف الحرب في البلاد بعد انقلاب ميليشيا الحوثي وهو ما تسبب بتدهور الحياة على مختلف الجوانب المديرية هي من أكثر المديريات نحن لا يوجد عندنا مقتربين ولا يوجد عندنا ناس عندهم أموال ولا يوجد مواطنين كلهم مزارعين على ودي تبن وقد جفت المياه وقد تقحلت الأرض وانتهت الزراعة وهو كان المدر الرئيسي ولكن أيضا معاناتنا في جميع الأمراض مشاريعنا نحن من أكثر المديريات تخلف بالمشاريع سواء في قوانب المياه سواء في قوانب الكاربة في قانب الطرقات في قانب صحة البيئة في قانب الكثير من الخدمات بحسب السجلات مكتب الصحة بالمديرية فإن حالات المصابة بسوء التغذية التي وصلت إلى المستشفيات تقدر بـ 62 حالة أغلبها تماثلات الشفاء خصوصا بعد تنفيذ حملات التوعية والتثقيف حول خطورة الوضع الصحي والبيئي التي تمر به المديرية نحن كانت عندنا حوالي الحالات الوخيمة من بداية العام من يناير حتى نوفمبر 62 حالة تقريبا تمام حادة وخيم تعالقات رقدت عندنا في بسيون سيمير والحمد لله تعافت والشباك خارقت كان أول تحدث عندنا كثير حالات الآن بداي خف بسبب النشاط اللي يخرج خارج القدران يعني القرى نغطي قدم عمق مطوعات في بنات مطوعات يعني بالقرى كامل اللي هو حالات سام والمام والحالة اللي مثلا تعبان تحاولون باشرا عندنا والحالات اللي هي طبيعية عملون مشورة حيانا بالبيت لبنات مطوعات المسؤولون الطبيون هنا تحدثوا أيضا بأن مدرية المسيمير تشهد الأيام القادمة حملة ثوعية واسعة تستهدف الأطفال دون الخامسة وذلك بهدف إيجاد قاعدة بيانات دقيقة حول حالات سوء التغذية وتحديد نوع التدخل الذي من شأنه الحد من سوء التغذية مختب الصحة حاليا إن شاء الله خلال الأسبوع القادم سيعمل مسح لكل قراء المسيمير بحملة تستهدف جميع الأطفال أقل من خمس سنوات وهذه الحملة ستحدد أرقام منطقية واقعية لمختلف المديرية وستبدأ إن شاء الله خلال الأسبوع القادم المسيمير وهي واحدة من مديريات محافظة لحج لكنها أشد المديريات فقرا حيث يوعاني نحو تسعين بالمئة من سكانها حالة فقر بالإضافة إلى غياب أغلب الخدمات العامة كالكهرباء والمياه وغياب دور المنظمات الإغاثية عن المديرية التي يبلغ تعداد سكانها أربعين ألف نسمة تفتقير إلى أبسط مقاومات الحياة مختر شعتل لقناة بلقيس محافظة لحج ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر